السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مصر رحمة العبد من قناة دروس العالمية online. هنكمل مع بعض بقى الجزء الثاني من الفوكابلل الاولانية للصف الثاني السانوي. هنبدأ طبعا اول حاجة اول نقطة طبعا في الفوكابلل الاولانية بيكلمنا على الحاجة اسمها verbal collocations متلازمات لفظية. متلازمات لفظية معناها او المقصود بها يعني ان بيجيب كلمتين او كلمة وتعبير معين معها فبيدي معنى معين. لو غيرت الكلمة الاولانية دي بيتغير معنى كلام. تمام? اول حاجة هنا يقول call the emergency services. يعني يتصل بخدمات الطوارئ. cause a disease. يسبب مرض. develop your skills. تنمي مهارتك. do an action. يتصرف او يتخذ اجراء. do a sport. يمارس رياضة. do او perform. يخلي بالكل اتنين صح. do a job او perform اجوب. do cbr. اللي هو الانعاش القلب الرياوي او perform cbr. do first aid او perform first aid. بعد كده get an infection. give infection. get an infection. هنا بقى بيصاب بمرض معدي. يعني الشخص المريض نفسه. give infection. بيقعد او بيصيب بعدوى. تمام كده? العمود اللي عليمين. يقول لي هنا a healthy heart. يعني لديه قلب سليم. a responsibility. لديه مسئولية. good hygiene. يتبع قواعد النظافة الجيدة. النظافة الجيدة. severe injuries. لديه بتيجي مع have. يعني اقول have a healthy heart. have a responsibility. have good hygiene. have severe injuries. تمام? make sure يتأكد. miss the chance. يضيع الفرصة. pass. او pass. واللي اتنين صح. an exam. يكتزي انتحان. stay safe. يبقى بامان. suggest solutions to. يقترح حلول لي. نكمل بعد كده. ناخد بقى synonyms المتراضفات. يعني المراضف بتاع كلمة او معناه. المراضف بتاع كلمة بيجي في السؤال باكتر من صيغة. ممكن يقول لك ايه السنون بتاع الكلمة اللي هو المراضف. ممكن يقول لك المينينج. او ممكن في احيانا بيتيجي لك ايه. this word can be replaced by. ممكن نستبدلها باي. معنى كده وبيتكلم على ايه المراضف. تمام? اول حاجة عندي collaboration تعاون بتساوي partnership and cooperation. disease مرض بتساوي illness. follow يتبع بتساوي obey او carry out. guide يرشد او ينصح السنون بتاعها direct. معناها direct او advice. normal لها اكتر من معنى. لو معناها طبيعة او مالوف. يبقى المراضف بتاعها usual regular ordinary average. طب لو كان normal معناها عاقل او سوي. نسان حكيم وعاقل يعني. يبقى بتساوي same same rational. طيب perform يقوم بي او يؤدي. بتساوي act take action carry out. react يستجيب. بتساوي respond. طب severe شديد او حد. بتساوي طبعا acute. طبعا كده مش cute ديات acute. serious grave dangerous profound. دي كلها بتساوي severe لو كان معناها شديد او حد. severe لو كان معناها عنيف او قوي. بتساوي طبعا fierce violent strong. ديات المراضفة بتاعتها. نجي بقى مرض. طبعا هنا عكسها health او will being. وبالمناسبة السؤال بتاع المتضادات ده ممكن يجيب طريقتين او تلاتة زي برضو السنة زي برضو المراضف. ممكن يقول لك الantrim او ال opposite او يجيب لك كلمة يقول لك can't be replaced by. خباك من كلمة كانت في ناس بتلخبط في الحتة دي. يعني لا يمكن استبدالها بي. encourage to encourage مثلا سمونت ويشجع شخصا ان يفعل شيء. طبعا عكسها discourage from follow. عكسها break او disobey. guide يرجطا وينصح عكسها mislead او misguide. look يعني يشبك او يقفل عكسها unlock. move closer to. يدنو من او يقترب من. طبعا عكسها move away from. normal طبعا هنا abnormal و unusual. طبيعي وغير مألوف. normal لو كان معنا عقل او سوي. يبقى insane و irrational. خدناها من شوية. كلمة normal بتسوي sane و rational. طب و normal عكسهم insane و irrational. react يستجيب. seize يمتنها ويتوقف. severe عنفها وقوي. طبعا عكسها gentle او mild. تمام? نجي بقى كنا ناخد بقى ايه? المشتقات. والسانية دي المعاصرة عادتها بطلقة جاملة اوي. جايب الكلمات في عمود لوحدها. وجايب الاسخدامات بتاعت الايه? كلمات في امثلة. طيب مابدأ ايا عشان اعرف المشتقات لازم اكون عارف امتى باستخدم فعل. امتى باستخدم ناون انت باستخدم وانت باستخدم كمام؟ مابداه ايضا الفعل مع عروف ما كانه طبعا بيجي بعد الفاعل او بعد الاسم ليكون فاول الجملة. سواء كان فعل عادي اساسي اني او فاعل ايه? مساعد. طيب والاسم الاسم ممكن يجي في مكانين مشهورين اوي ممكن يجي في الاول في محل في لافعل ممكن يجي في بعد الفعل في محل المفعول واحيانا بيجي في وسط الجملة او فخر الجملة حسب ايه? سياق الكلام. طيب والاع ends في الصفة الصفة لها مكانين اساسين وفيه اماكن تانية طبعا بس اقول لك اشهر حاجة اشهر حاجة للصفة الصفة تصف الاسم وتأتي قبله يبقى هتجي قبل الاسم يبقى بعد الصفة على طول في اسم يبقى لما اجي اختار لقيت اسم بعض النقط اجيب الصفة تمام طيب والصفة انت اجيبها برضو ممكن اجيبها بعد اللي هو الفعل المساعد له تمام في المدارع طب طبعا فين في الماضي تمام طبقول ادفيرب الزرف يصف الحال او تمام كده الزرف يصف الفعل ويأتي بعد طبعا ادفيرب يعني ظرف او حال الزرف بيصف الفعل ويأتي بعده تمام مثلا 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 بقول هنا ظرف او حال تمام كده هي مثلا مثلا هو بتفرج علماتش هو غضبان تمام بغضب يعني زي ان في حاجة حصلت يبقى انا بجيب الزرف بعد الفعل تمام طيب نشوف الكلمات اللي عندنا كلمة مشتقطة كفعل هو اجيب لك يعني يعني ممكن الماضي بتاحي بيحطوه يدي الفعل يعني يعدي او يلتهي ده انفيكت شوف هى الامثلة Vai lunch patients can infect others ليه جبت فعل عشان كان بيجوا رفع المصدر فجبت هنا الفعل يعني مرض الكورونا ممكن يعدوم الآخرين hynfection عدوى او مرض معدي هنا بقى Dية اسم coronavirus patients مرضة الكورونا can give others the infection ممكن يدوا الآخرين او يسببوا الآخرين ايه العدوى يعني ايه مرض الكورونا او مرض الكورونا هنا يعتور ايه يكون معدي مش دية صفة بعد ايه طيب هنا ملتهب او مصاب بالعدوى هو بخير هو لم يعد ايه يعني مصاب بالعدوى برضو جاية صفة بس واحد يقول لي يا مصر مش جاية بعد وانه جاية عشال المعنى طيب ناخد نقطة تانية في المشتقات كلمة مشتقاتها طبعا اول كلمة يقوم بي او يؤدي طبعا ممكن الماضي بتاعها عطلو ايه دي زي ما قلت اي كان انا بقدر اقوم بتأديت او اعمل ايه ان عشر قوي تمام يبقى انها جاية بعد كان لانه كان بيجوارها مصدر طيب او عرض دي تناون ممكن تديجي فاول الكلام في محل فاعل الاداء او العرض بتاع سي بي ار بيحتاج مهارة طب بيرفورمر بيرفورمر معناها مؤدي او ممثل البرفورمر هي اذا جد بيرفورمر هو يكون مؤدي او مثل جيد تمام طيب ري اكت ري اكت معناها يستجيب او يتصرف برضو الماضي منها بحط له ايدي دي افعال كلها منتظمة حتى الانهو طيب سواء كانت انفكت او بيرفورمر او ري اكت المثال هنا شي ري اكتد ادي الفاعل شي وادي الفاعل ري اكتد بعد الفاعل انجري لي انجري لي جات لكات دي اتزافها او حلائي طبعا ايه استجابت بغضب للايه الاقتراح بتاعي ري اكتشن هنا ناون بقى استجابة او رد فاعل angry دي صفة وreaction ايه بقى ليس ما جات قبله صفة طو ماي ستجيسشن تمام طبعا ايه استجابت بغضب للايه او رد فاعلها يعني ايه الاقتراح بتاعك ان ايه رد فاعل غضب ري اكتور مفاعل nuclear reactors المفاعلات النووية nuclear reactors مفاعلات نووية are dangerous to people's health يعني خاطرة على صحة الان سيبا دي اتنون برضو تمام نجي ناخد حاجة من اشتقات تانية او نكمل بالنسبة للreact عندنا هنا كلمة ايه reactionary متحفز he is a reactionary person person دي ات اسم وreactionary دي الصفة جات قبل الاسم تمام كده جات قبل الاسم who refuses any change او كلمة severe تعالى فكرة severe وفي نقطه برضو غريب لها شوية severe والتنصح severity شدة او حدة دي ات الاسم منها i didn't expect the severity of her reaction انا لما اتوقع الشدة والخدة بتاعت ايه بتاع رضو فعلها يبقى severity severe adjective كصفة شديدة او حاد i didn't expect her severe reaction severe صفة جات قبل الاسم severely بشدة او بحدة دي ات verb شوف المثال بقى i didn't expect she would react severely severely زرف او حال جات بعد ايه بعد الفعل يبقى رياجتي هنا فعل وقلنا الزرف او الحال يصف الفعل ويأتي بعده تمام نيجي بعد التعبيرات والمصطلحات اللغوية اول حاجة be right to يكون محكم فيه انا عايز تخلي بالك بقى وياريت تبقى مسك معك القلم وتكتب المراحزات اول باول be ديت مقصود بها is where was where لان مش تجي في الجملة زي ما هي كده اللي ازا كانت جاة بعد كان او افعله ناقص تمام be right to يكون محكم به become a pioneer in يصبح رائدا فيه call for help يطلب المساعدة check every detail يتحقق من كل جزئية emergency services خدمة الطوارئ explanation of or explanation for تفسير او توضيح لي follow the instructions for instructions for يتبع التعليمات الخاصة به in the correct way بالطريقة الصحيحة keep the heart strong يحافظ على القلب بصحة جيدة normal breathing التنفس الطبيعي on a flat surface على سطح مستوي on top of فوق react quickly يتصرف بسرعة send blood around يضخ الدم خلال severe injury اصابة شديدة small enough to صغير بما يكفي لكي stay fit يظل يلاقيكم بدنيا sudden death الموت الفجأة ربنا ايه يعافينا كلنا منه take up a sport يبدأ ممارسة رياضية medical support for الدعم الصحي لي نجي النقطة السادة بقى في ليه في vocabulary study اللي خاصة بالverb and proposition ومعظمنا بيخاف وبيسبها لا ركز عليها وسهلة جدا اللون وقطو يدع شخص ان يفعل كذا او يطرق شخص ان يفعل كذا او يسمح لو ان يفعل كذا care about يهتم بي disagree about يختلف عن forget about ينسى امر forget to ينسى ان get into يدخل الى get on يركب وسيلة مواصلات look around يبحث في المكان المحيط place on يضع على press down يضغط لاسفل pull out يرفع او ينزع او يخلع rise up يرتفع او يعلو seem to يبدو ان take up يقبل القيام بي او يبدو ممارسة نيجي بعد كده بقى number seven نقطة سبعة clear the confusion لاحظ الفرق ودي حتة مهمة جدا جدا يقول لك هي الفرق بين athlete وathletic وathletics ناس كدير بتلخبط بينهم athlete ده اللي هو الرياضي ده اسم الشخص نفسه اللي هو بيمارس رياضة بدنية في العب القوة يقول لك اسم يطلق على ممارس الرياضة الخاصة من في العب القوة مثلا runners لهم العدئين بيقروا يعني swimmers السباحين and the cyclers وراكيب الدراجات are athletes دول اللاعب العب قوة وما البقى athleteics معنى ايه دي صفة طبعا دي صفة الرياضي صفة الاشخاص اقول اشياء يقول لك our athletics champions يعني هنا champion يعني بطل اللومبي بتوع العب القوة one three gold medals فازوا بتلات مدليات زهبية وما الathletics مكتوب صادح هنا اكتب صفة الكلام ده غلط يا جماعة لا دي غلطة في المعاصر لا امفروض تبقى ناوين اكتب جنبها ناوين اسم العب القوة running swimming and cycling are athletics الجري السباحة and ركوب الدراجات اللي هي cycling ديت دي اعتورن كلها مؤلعب ايه العب قوة طيب breathe و breath شوفوا المطقة زي breathe breath كلمة breathe يتنفس يقول لك the performance of cpr help it they injured the man breathe normally يقول لك ان الاداء او عمل يعني ان احنا عملنا cpr ساعد الشخص المصاب انه يتنفس بطريقة طبيعية breath النفس it's normal for you for your breath to be warm طبعا من الطبيعي ان النفس بتاعك يبقى يبقى دافئ تمام encourage discourage يعني عكس بعض encourage يشجع تمام كده لكن يثني شخص عن شيء معين بيثبطه يعني يقول لك encourage زي المفعول طول مصدر يقول لك مثلا ايه بيشجع شخص عارقان بشيء his mother encourages him to do a sport to keep fit مامتو بتشجعه من هو يعمل رياضة عشان ايه يحافظ على لك طب encourage ممكن يجورها ENG على طول او نون ممكن يشجع على الشيء نفسه بقا الحكومة تشجع البدء في ايه في اعمال خاص discourage بيجورها مفعول وفروم زي ايه فعل مصدر زي ايه يقول لك مثلا يثني عن او يصرف عن او يصرف عن والله انا اثنيت رودينا او صرفت نظرها عن ايه بقى اني تستمع الى ايه الاغاني ايه السيئة تمام انفكشن illness disease sickness انفكشن عدوى او مرض دي ناتي عن الفيروسات البكتيري زي مونا قبل كده طبعا ديت ايه بتعتار ديت عدوى او امراض زي يقولون بخطيرة illness ديت اسم مرض او اعياء ده بيلا خلال الموجود في الجسم او العقل يعني هي تعاني من مرض خطير طب disease ده مرض غالبا بيذكر النوع معين من المرض تمام كده لما يجيب اسم النوع من المرض يعني نفسه يبقى الافضل اقول flu اي افضل اقول disease يعني فقول لك هنا flu is a common disease in winter ممكن لك انفلونزا يقول لك مسلا cancer لما يجيب اسمه مرض يبقى افضل اقول ايه disease طب sickness اعياء يمنع من القيام بالعمل مثلا my sickness stopped me from going to school الاعياء نفسه اللي هي الحالة نفسها بتاع المرض اللي عنده يعني بتمنع ان هو يروح الليل المدرسة طب بعد كده كلمة ايه raise rise كلمة raise طبعا هنا بيجو راه مفعول وديت فعل معناها يرفع يجمع مال يربي يطرح موضوع او سؤال المناقشة مثلا مشوفوا الامثلة كده wars raise prices يعني الحروب بترفع ايه الاصهار زي ما حصل في اوغرانيا وروسيا كده تمام the charity raises money for the both الجميع الخارجي بتتجمع مال يبقى هنا برضه raise ممكن معناها تجمع مال parents work hard to raise their children الاباء بيكتدوا في العمل عشان يربي اطفاله سما طبعا ايه يعني طرحة سؤال مهم للمناقشة رايز روز رايز طبعا عندي ما يجيش وراء مفعول يبقى رايز بيقى وراء مفعول طبعا عنها يرفع او يوطرح او يربي فتلاقي وراء مفعول بيقع عليه الفعل لكن رايز هنا لا ما فيش وراء مفعول معناها يرتفع يزداد تشرك ينهض prices رايز دورين يعني صار تزداد اثناء الحرب the sun rose and warmed the area الشمس اشركت مجبش وراء مفعولها وده وقامت بتدفات للمنطقة I rose to welcome my guests انا نهض يعني قمت من مكاني ينهض يعني عشان ارحبه الضيوف تمام sign and signal الفرق بينهم sign لافتة او يفتع you can know the distance from root signs ممكن تعرف ايه المسافة من ايه من علامة الطريق طب وما السيجنال ده دي اشارة بقى تردد المغرب بتاعت الراديو بتاع الهاتف المحمول تليفون وكلام ده كل there is no signal in this remote area ما فيش هاي اشارة في المنطقة المنعزلة دي طب sign and signal اللي اتنين اشارة او علامة على شيء بداية شيء نهاية شيء تمام كده يبقى كل واحدة لها معنى خاص بيها وممكن الاتنين يشاركوا في حاجة معينة لما يكون دي اشارة لشيء او علامة على شيء يقولك ايه هو دفع اه معظم او بعض السعر العسعار يعني اللي يبقى مقدما as اللي يبقى sign او signal of readiness يعني كعلمة يعني اشارة انه هو ايه انه هو جاهز ومستعد يعني تمام بعد كده جايب لكلمة ايه method way means طبعا technique جامعة بتاعها بتجمعها of او for والاتنين صح دي التكنية ما فيش حاجة نقول عليها techniques او بنستخدم techniques الاساليب او كده الا اذا كان فيه مهارة يا جامعة يبقى تحتاج مهارة ويجب ان يتم تعلمها وتتضرب عليها يقول لك ايه try to use a different technique to solve the problem حاول تستخدم ايه تقنية اخرى او اسلوب واقع عشان تحلل المشكلة دي اسلوب انت متضرب عليه وفيه مهارة معينة عندك بسبب الاسلوب ده method of or for يبقى هنا التكنية بي مع off و for و method بيج مع off و for بس دي طريقة بقى اسلوب شائع ومتعرف عليه الكامبل الاشياء this shop allows different methods of payment والله المحل ده يعني بيسمح بايه بطرق مختلفة للدفع way طريقة او كافية الكامبل الاشياء i like the way she talks to little children والله انا بيعجبني الطريقة اللي هي بتكلم بايه مع طفلها الصغير كبه هنا way طريقة او كافية الكامبل الشيء means طبعا دية وسيلة او وسائل اداة تستخدم مفرد او جامع بنفس الشكل the underground metro is the best means of transport in Cairo افضل وسيلة لمواصلات في الكهرب بسبب الازلحام الشديد يعني تمام بعد كزا بقى ناخد ايه اسئلة على الجزء الخاص بالفوكالبارستادي وانحنا تعودنا والناس اللي متابعيننا مرة فاتعارفين لما تيجي تحلها اسئلة اول حاجة تعملها وقف الفيديو على الجزء اللي قدامك حل الواحدك الجزء اللي قدامك ده شغل الفيديو تاني وشوف السؤال بتاعك صح بالنسبة لتانية سنة كان عنده ولا سنة بس لو انتم فاكرين لكن جي مع تانية سنة وكمان سنة اللي فات فبالتالي هيبقى عندكم سؤال اختراجة بتين يقول لك لا يجب ان تكون بيجراء السي بيار اذا لم يكون الشخص مصطلقي على ظهره طبعا احنا عندنا هنا لازم تكون واخر بالك ان السي بيار بتاخد فعلين ايه هم اول حاجة دو السي بيار ادي واحدة التانية طبعا هتبقى ايه هتبقى كلمة بيرفورم تمام سي بيار والاتنين ينفعهم مع عملية الان عشر تمام number two when there is بنادمك لها الجائحة زي جائحة كورونا يعني you may an infection يبقى اينا بقول لك لما يكون فيه بنادمك لها الجائحة يعني احتمال ايه ان انت تصاب بالعدوى او تعدي لو انت كنت مصاب يعني يبقى انا عند حاجتين تنفع get an infection تمام يعني يصاب او give an infection يعني يعدي او يصيب تمام number three you can do انت ممكن تعمل ايه دو تيج مع ايه من الاختيارات ديت طبعا دوها سبورت احنا عارفين يقوم بايه مرسة رياضة وممكن دوها an action اللي ان عليها تصرف يوالي ترسي تمام number four كورونا فيروس is a severe disease كورونا فيروس تعتبر ايه بقى مرض شديد in this sentence severe is antonymous with قلت لكم ان شوها هو disease او severe هنا مضادة لكلمة ايه يعني عايز عكس كلمة disease اللي هي معناها عايز عكس كلمة severe اللي معناها شديد او عنيف طبعا عكسها ايه عكسها gentle يعني لطيف هو ليسه شديد يعني وكلمة mild اللي هي ايه اللي هي يعني في حالة وسط يعني او معتدل number five from her behavior من سلوكها it's clear that she is not normal من سلوكها واضح ان هي مش طبيعية the word normal here can be replaced اللي هي جماعة replaced اللي هي synonym يعني ممكن ايه استبدلها بايه يعني عايز مرادة في كلمة normal طبعا normal عادة او طبيعي بتساوي sane عقلاني وكمان ايه rational اللي اخرين برضو عقلان حكيم واحد حكيم في تصرفاته يعني number six you are obliqued to obliqued to تتبع القانون in this sentence في قمنا دي follow is the antonym of follow تعتبر عكسي بقى هنا مش سنون بقى هنا antonym يعني مضاد كلمة ايه يعني عكس follow يتبع لكم عكسي عكسي طبعا لو انتم فاكرينها خدناها break the law يخلف القانون وبرضو disobey اللي تندل عكسي عكس follow نيجي بعد كده اختار اجابة واحدة لي mcq اجابة واحدة من ايه من اربع اجابات it's necessary to know عارف كيف تكون باجراء الفرست ايد طبعا هنا عندي perform صح ودو صح هل في اختيار اه الاخير هو يبقى ايه وبي تمام يبقى ينفعوا do first aid ينفعوا perform first aid والاثنين صح تمام نمبر two experts are asked to الخبراء تم سؤالهم عن solutions to the problems the society faces عايزين يجدوا حلول يعني يقترح حلول المشاكل اللي موجودة بتواجه ليه المجتمع طبعا تبقى ايه suggest تمام نمبر ثري you need to a good hygiene good hygiene يعني نظافة شخصية in order to keep health عشان تحافظه على صحتك يبقى هنا كلمة good hygiene بيجي مع الفعل ايه يقولك have a good hygiene ياجب او انت تحتاج ان يكون لديك نظافة شخصية جيدة نمبر four if you want to succeed in life لو انت عايز تنجح في الحياة never اوعى تعمل ايه any chance to learn عايزوا لك ايه اوعى تفوق فرصة للتعلم لو انت عايز تبقى فعل نجح في حياتك يبقى ايه اعلم كل حاجة يبقى هنا miss miss a chance يعني ايه يفوق الفرصة نمبر five bacteria and the viruses البكتريا والفيروسات a lot of infections طبعا ايه عايزوا لك بتسبب عدوى كثيرة يبقى ايه يبقى كوز تمام نمبر six جايب لي هنا طبعا نقاط معنى الكلمة ديات is too mild as irrational is too normal الناس اللي متابعينة مثلا اللي فاتت على العنونة ضيات لأي نجيب لك سؤال بالطرقات ديات السؤال ده فيه طريقة اسمها او صغة اسمها analogy ايه ال analogy analogy يعني يعني صغة القياس يعني ايه قياس نجيب لك كلمة اللي هي كلمة as دي شايفينها قبلها كلمتين وبعدها كلمتين عايز يقول لك ان العلاقة بين الكلمتين اللي قبل as زي العلاقة بين الكلمتين اللي بعد as يعني ايه العلاقة بينهم يعني لو كلمتين مرواطفين لبعض لو كلمتين مضادين لبعض لو كلمة صفة وجاي منها الاسم او فعل وجاي منه الاسم او الصفة وهكذا تمام ازا انا ببص شوف كلمتين اللي قبلها زي موجودين كاملين ولا اللي بعدها وباقي احل الاتنين التانين على اساس بمعنى ايه يعني علاقة الكلمتين دول مع بعض تمام معي طيب هنا بقى زي علاقة irrational و normal اولا normal طبيعي غير عقلاني زي موجود الاتنين عكس بعض ازا العلاقة بتاعتهم ايه علاقة التضاد ازا نعاوز عكس كلمة mild هيبقى ايه تمام فهمنا الفكرة بتاعت اللي اسمها analogy القياس تمام هي بتشجعني انها يبقى داخل فلوسي يعني صرف نظري او خلقنا صرف نظري يعني ايه يرى الاشياء الغير ضرورية يبقى يبقى number eight do you want to move it the wall قالوا no move it closer خلق بقى بقول له هل انت حاوز تحرك الحاجة ديت يعني ايه بالنسبة للحائط قالوا لا انا عاوز حركها اقرب ازا نه بيقول له يحركها نيرر لا نيرر ما تنفعش طب away from اه away from تمام يبقى بقول له ايه هل تريد انت تحرك هذه بعيدا على الحائط اولا حركها بالقرب من الحائط طبعا تورز في اتجاه الحائط برضو برضو مش صح تمام كده يبقى نيرر be away from number nine if your child wants to take a new sport لو طفل بتاعك عاوز يعني يقول لك يبدأ بمورسة رياضة جديدة لازم طبعا الدكتور ايه يعني ازا يقول لك ايه يتأكد من ايه من نبضات القلب بتاعته يكشف على قلبه يعني يبقى اسماتك ايه ايه بيكلم بي ايه بيقول له is your offer still available هالعرضة بتاعك مازال متاح فطبعا اللي هو forget it i've changed my mind انا غيرت رأي change my mind مش هغير عقله لا غير رأيه يبقى forget ايه forget about it يعني انسى خلاص الموضوع ايه خلص تمام number eleven she follows the instructions driving a car carefully طبعا هي بتتبع التعليمات التعليمات اللي بقى عزولك الخاصة بقيادة السيارات بحرص يبقى اسمها follows the instructions ايه four تمام انا بفكر الناس بتوقف الفيديو وتحلها قبل محل عشان يستفيد اكتر number twelve you know how to leave this job it's boring والله يبقى يقول له هنا يعني انت عندك حق مثلا انت اتركت الوظيفة دي ده وظيفة مملة يبقى you right you انت صح لأنا عايزه الانت تكون على صواه يبقى نعاوز you are right تمام number طبعا ليه ما اخدتش يا مصر بالمناسبة عشان ما اسمها نعدهاش ليه ما اخدتش have right كان ممكن يقول لك you have the right to امت لديك الصواب ام تفعل كذا فما ما جافش هنا ايه ما جافش the right تمام كده يبقى هنا بيه يلا صح number thirteen the clever the clever paramedic paramedic هنا معناها ايه paramedic يا جماعة ديت معناها مسعف paramedic succeed in يقول لك ايه المسعف الماهر نجح في ايه بقى of cbr and the man started to breathe normally عايزو لك المسعف النجح ده او الماهر نجح انه هو ايه بقى عايزو لك نجح انه يقوم باجراء cbr يبقى in the عايز نون يبقى the performance اجراء او اداء cbr حتى بيقول لك ايه the man started to breathe normally الراجل بدأ ايه يتنفذ بصورة طبيعية number fourteen يقول لك ايه انت لم تدرك not of the weather in canada in winter عايزو لك انت مكنتش مدرك يعني ماذا القصوة او الحدة بتاعت التقص في كندا في الشطة يبقى ايه severity تمام ده الرغم القطب الشمالي يبقى عاوز هنا اسم نون number fifteen be careful or you will be with small box خلي بالك وإلا عايزو لك ايه هتصاب يعني بايه بقى بالجدر زي ما قلنا small box طبعا تبقى ايه تمام يبقى هنا will be infected هنا infected ستكون ايه مصاب بالعدوى دي تمام number sixteen I don't know what his to my suggestion will be like ولو انا معرفش what his ايه طبعا ايه بالنسبة الاقتراح بتاعها هي بقى ايه طبعا هنا what his طبعا اول كلمة immune ديت يعني اذا يقول لك محصن او عنده مناعة immunity لها المناعة طبعا react يعني يكون برد فعل يعني انا بكلم هنا على ايه على reaction تمام يبقى رد الفعل او الاستجابة بالتردي number seventeen children need from their parents والله الاطفال محتاجين ايه من اللي لدهم بتوحهم طبعا محتاجين ارشاد يبقى هنا guidance تمام مش هينفع اقول children need guide يعني need فعل وقالة فعل مش هينفع فعلين اسسين واربعة تمام كده ومش هينفع اقول برضو الاطفال محتاجين severe عنف او severity لا طبعا الاتنين غلط number eighteen تمام children need their parents two خليبقى بقى المرة اللي فاتت كان يقول لك الاطفال محتاجين انا عاوز اجيب هنا نون لان الاسم زي ما قولنا جاي في محل مفعول جاي بعد الفعل الجملة فيها فاعل فعل مفعول طب الجملة تمنتاشر ديت بقى children need الاطفال بيحتاجهم their parents محتاجين الولدهم بتوحهم two two ان جاي وراها يرشد يرشدهم يعني number nine there was above the entrance of the metro station هزولك اني فيه طبعا بيج ايه above هنا معناها فوق فوق المدخل بتاع محطة المترو فيه ايه هل هقول site رؤية signal اشارة sign لافتة mark هنا بقى طبعا تبقى ايه هتبقى طبعا كلمة sign تمام فيه هنا لافتة وخلي بالكوا كلمة mark برضو لها معنى قريب في النوتة دي نوبر 20 الطائرة هي الاسرع عايزوا لك اسرع وسيلة مواصلات طبعا تبقى ايه طبعا هنا the fastest means هنا منز وسائل لمواصلات لكن تكنيك تقنية مثل طريقة وبروط شو طريقة وليتن طبعا ايه مين فوق شدود number 21 I try to her to take that decision ولك انا بحاول يعني زولك ايه اشجحها عشان تتخذ هذا القرار يبقى I try to encourage her يشجع ان هي تاخد القرار طبعا مش هقولك يعني discourage اصرفها ان هي تاخد القرار مين فعش اصرف نظرها ان اتخاذ القرار لا هنا غلط number 22 I try to her from taking that decision شوفها المعنى تغير تامنين ازاي انا بحاول hear from اللي فات كان I try to encourage her to هشجحها ان تفعل لكن هنا اصرف نظرها من ان تفعل يبقى تبقى ليه تربيه يبقى احنا جدا وصلنا لاخر حلقتنا النهاردة لو عجبك الفيديو ما تنساش عمل لايك الفيديو تشترك في القناة وتفعل كرس علشان توصلك الفيديوهات القادمة ان شاء الله كان معكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته